بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا اليوم لمادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي للتربية الفكرية الفصل الدراسي الثاني معكم المعلمة عمل التمامي اليوم بإذن الله سنكمل موضوع الاتجاهات يمين ويسار يمين ويسار لكن قبل أن أبدأ الدرس أريد أن أذكر بآداب الدراسة عن بعد كما قلنا سابقا أن هناك قوانين أو آداب دراسة عن بعد سواء في المدرسة أو عبر منصة مدرستي أو عبر قناة عين الحرص على الذهاب إلى دورة المياه قبل بدء الحصة أيضا إحضار الكتاب والقلم عند الحاجة الجلوس بشكل صحيح في مكان هادئ أيضا بجانب ولي أمرك حتى يقوم بمساعدتك سواء كانت الأم أو الأب أو الأخت عدم مغادرة الحصة قبل انتهاء الدرس هنا الأهداف التعليمية التي نريد أن نحققها بإذن الله خلال اليوم أن يكرر الطالب وطالبة يمين ويسار خلف المعلمة ثم يسمي مفهوم يمين ويسار أيضا يستخرج مفهوم يمين ويسار ثم يصف أماكن الأشياء والاتجاهات باستخدام يمين ويسار وفي الأخير أن نحن الطالب وطالبة أنشطة الكتاب الدراسي طيب خلونا نشوف هذه الصورة لاحظوا هنا عند البنت قاعدة تتكلم وتوريكم أن هذه هي اليد اليمين وهذه هي اليد اليسار كل إنسان مننا عنده يدين يمين ويسار يمين ويسار لاحظوا الآن هذه يدين يمين أريد منكم الآن أن ترفعوا يدكم اليمين نرفع يدنا اليمين أنا يدي يمين هذه لكن أنت بتكون بالاتجاه المعاكس لأنك تشاهد عبر الشاشة فبتكون اليمين من الجهة الأخرى أنا هذه هي يد اليمين نرفع يدنا اليمين ممتاز طيب الآن نرفع يدنا اليسار يسار ممتاز هذه هي يد اليسار أنت أيضا ستكون يدك اليسار من الجهة المعاكسة لأنك تشاهدني عبر الشاشة فبتكون من الجهة المعاكسة ممتاز طيب الأيدي سبحان الله هي نعمة من نعم الله علينا ليه؟ لأننا نستطيع من خلال يدين أن نرسم أن نقوم بزراعة النباتات والعناية بها وسقايتها أيضا أن نكتب أيضا تناول الطعام كلها باستخدام اليد لذلك تعتبر هي نعمة من الله تستحق الشكر لذلك دائما نحمد الله على هذه النعمة بالنسبة للكتابة فيه ناس يستخدمون القلم بيدهم اليمين مثل أنا الآن أمسك القلم بيد اليمين وفيه ناس يكتبون بيدهم اليسار إذن الكتابة ليس شرطا أن تكون بيدك اليمين يختلف الناس بعضهم يكتب باليمين وبعضهم يكتب باليد اليسار أيضا من تعاليم الدين الإسلام اللي تحبنا على دائما أن نستخدم اليد اليمين منها تناول الطعام شرب الماء أو العصير السلام كلها هذه تكون باستخدام يدنا اليمين اليد اليمين إذن هناك أفعال لابد أن نستخدم فيها اليد اليمين حتى لو كنا نكتب يدنا اليسار لكن في الأكل وفي الشرب وفي السلام لابد أن نستخدم اليد اليمين ممتاز طيب أيضا غير اليدين اللي تساعدني على معرفة الاتجاهات هناك الأسهم مثل هذا السهم الذي يشير إلى اليمين وهذا السهم الذي يشير إلى اليسار هذه ساعدني على معرفة الاتجاهات مثلا لما أروح للشارع وأطلع فيه وأشوف مثل هذه اللوحات التي نشاهدها غالبا في الشارع تساعد السيارات على معرفة الاتجاهات الصحيحة أيضا في الأماكن العامة مثل السوق المستشفى المطار أي مكان عام قد نشاهد فيه هذه الأسهم التي أيضا تساعدنا على معرفة الاتجاهات أنه مثلا ممنوع تلف يمين أو ممنوع تلف يسار أو إذا مثلا تبغى غرفة الأسنان تروح مثلا من الاتجاه اليمين هذه الأسهم إذن تساعد على معرفة الاتجاهات طيب خلونا الحين نشوف الوسائل الموجودة على الطاولة اللي تساعدنا أيضا على تعميم مهارة اللي هو اليمين واليسار لاحظوا هنا عندي هذه البطاقة لولد هذه يد اليمين وهذه اليد اليسار إذن يمين ويسار الآن سأحرك هذه الطائرة لنعرف الطائرة تسير في أي اتجاه بالنسبة للولد بالنسبة للولد لاحظوا الآن الطائرة تسير باتجاه إيش؟ اليمين أو اليسار بالنسبة للولد لاحظوا هي راحت من هنا إذن سيكون الاتجاه ممتاز يمين يمين طيب لو عكست اتجاه الطائرة الآن وصارت تسير بهذا الاتجاه بالنسبة للولد سيكون الاتجاه ماذا؟ هل هو يمين أو يسار بالنسبة للولد؟ أحسنتم سيكون يسار سيكون يسار طيب لو غيرنا بدال الطائرة أحضرنا هذا الرجل وهنا السيارة وهنا شجرة إذن الرجل يقف في المنتصف بجانبه هنا السيارة وهنا نخلة أنا بالنسبة لي أرى السيارة ستكون في الجهة اليمين لكن أنت ستشاهدها بالاتجاه المعاكس إذن ستكون السيارة بالاتجاه اليسار الآن بالنسبة للرجل هذه يد اليمين وهذه يد اليسار على يمين الرجل ماذا تقف؟ السيارة هذا يمين الرجل إذن يمينه سيكون السيارة أما اليد اليسار هنا هذه سيكون إذن في الاتجاه اليسار بالنسبة للرجل النخلة أو الشجرة إذن هذا لمعرفة الاتجاهات يمين ويسار طيب خلونا نشوف الآن في هذا التمرين عندي هنا امرأة اسمها أمل رجل اسمها سعد وولد اسمها فهد أين مكان أمل بالنسبة لسعد؟ هذه أمل وهذا سعد لاحظوا هنا يد سعد اليمين وهذه يد اليسار إذن أمل تقف بالنسبة للرجل من أي جهة اليمين ولا اليسار هذه يد اليسار وهذه أمل إذن تقف في أي تجاه؟ ممتاز تقف في اتجاه يسار الرجل يسار الرجل طيب نشوف شيء ثاني أين مكان فهد؟ هذا الولد اسمه فهد بالنسبة لسعد وهذا سعد لاحظوا اليد ها أين مكان فهد بالنسبة لسعد؟ ممتاز يمين يمين لأن الرجل يستخدم الآن يده اليمين ممسكا بالولد طيب خلونا نشوف هذا التمرين أيضا أين مكان الكرسي؟ هل هو يمين أو يسار الولد؟ بالنسبة للولد وليس بالنسبة لي أو لك لاحظوا هذا الولد هذا يد اليمين وهذه يد اليسار سيكون الكرسي باتجاه ماذا؟ يسار أحسنتم لأن هذا يد اليسار سيكون الكرسي باتجاه اليسار طيب أيضا نشوف شي ثاني أين اتجاه الأرنب؟ يمين أو يسار؟ الآن هذا الأرنب وقاعد يسير بهذا الاتجاه للوصول إلى الجزر إذن هو يسير بأي اتجاه؟ يمين أو يسار؟ أحسنتم يسير باتجاه اليسار طيب الآن هذا الولد مطلوب مني أرسم دائرة على اليد اليمين للولد وإحنا قلنا كل إنسان منا عنده يدين يمين ويسار بالنسبة للولد الآن الذي يقف أمامكم أين اليد اليمين؟ وين اليد اليمين؟ أريد منكم أن تشيروا على الشاشة على اليد اليمين للولد أحسنتم هنا هذا اليد اليمين إذن سأضع دائرة حول هذا اليد لأنها تشير إلى اليد اليمنى للولد سأقف عنده هذه الشريحة بإذن الله في الحصة القادمة سأكمل نفس الدرس لكن بشكل مختلف بإذن الله الآن جاء دورك حزيزي ولي الأمر بتعميم المهارة مع الطالب والطالبة في المنزل من خلال استخدام الأغراض المتوفرة في البيئة المنزلية مثل ما استخدمت هذه الطائرة بإمكانك أن تستخدم سيارة وتحركها باتجاه اليمين واتجاه اليسار أيضا عند الخروج للشارع بإمكانك أن تسأل ابنك وأبنتك عن اتجاه السيارة الآن سننعطف باتجاه اليمين أو اليسار وهكذا حتى تستطيع أن تعمم المهارة مع ابنك وأبنتك في المنزل كانت معكم المعلمة أمن التمامي مع السلامة